الحقيقة هو إحنا ملحقناهوش في الأهلي بس لعبنا مع بعض في الإسماعيلي مين بقى؟ وانت أقول ألو بقى أيوة ألو أيوة يا نهار أزرق يا خبار بيد على ساعاتي وأنا بسمع صوتك يا لهو ده إسلام وداني بقى في حتة تانية حبيب قلبي يا نجم مصر أنا مش مصدق والله ده شرف كبير جدا لي أن أبقى موجود في برنامج و أنت تعملي مداخلة ما هي الأدب والأخ؟ ده برينس ده في حتة تانية ده الشراكة كلها ده شريك ما شريك؟ زكا سيد زكا كابتن بط يعني بقى كلها تقوله زكا سيد البداية حلو أقوي معي لا يا كابتن الهزار حاجة والجد حاجة تانية نحن ما بنيجي نتكلم دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي ايه؟ في هزار ولا بنتكلم في جد لا نتكلم جد لحد ما أشوفك أشوفك بس وبعد نما أشوفك يمكن الأمور تختلف تبعلك قد ما تقبلتوش؟ ما شفتوش من مبارح من مبارح؟ من مبارح؟ في غاية النهاردة؟ مادر يعدي علافك كل يوم يجي يلعب مطشين بليستيشن يتغلبهم ويروح انت بتعرف تلعب بليستيشن كمان؟ ما كنتش بعرف ألعب الأول دلوقتي مجرم بقى وهو؟ لا هو أنا مجرم على أستاذ معا يعني أنا نص نص هو ما نفيش يوه هو ما فيش خالص؟ خالص خالص فعلا؟ بس هو بيدي نفسه لأي حق ان هو بيعرف اخوات مراتك بيخضوا حق اخوات مراتك بيكسبوه؟ اه بيخضوا حق مني تبو انت بتتعيق باخوات مراتك لما تتعيق بنفسك انت لا إله إلا الله انت عامل ايه؟ طبعا مبتود ان انا بكلمك انت حبيبي وانت عارف يعني اخويا هو انا ايه هو انا قاعد هوا ولا ايه هو انا ايه؟ لا انت عاشر تعمل واجهة اتكلم لك انا من الزمان طاحد انت من الباب اولا تتكلم على اسلام على الال اللي احنا كل يوم مع بعض اه الله فرحان والله مبتود ان انا بكلمك يعني انت عارف انت لو دعتوني انا اجيلك طب تعال تعال والله والله تعال احنا مستنين انا عشان براكات ممكن اجيلك عادي يعني بشور من براكات لا ده كتير علي يا سيد لا 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 عشان براكات ممكن تجيله ده انت ده كتير علي يا وكاب ده انا عايز لسه يعني لسه لسه اكلمك في التليفون اقعد معي طب اقولك على حاجة بقى عشان انت دايما بتتهمني وبقى وتقول انت بتيجي علي طب اراك بقى انا هتكلم في حقك كلمتين بجد بقى بحق ربنا اتكلم يا نجبي ايه رايك؟ اقول يا نجبي اه سيد معوض يعني بس يمكن مصر كلها عارفة ان ده اكتر واحد بحب اهزر معاه وعمل في مقالب وكلام لدرجة ان هو نفسه كان بيوصل لمرحلة بيتدايق وبيزعل ان انا ما بعمل في حاجة بيزعل انا اللي خلى بطدي اعيد حساباتي مع سيد معوض في الهزار مرة طلع على الهوى في برنامج بيقولوله بركات امراد كده يعني ايه صرح كده وامراد قالك بصراح انا وصلت المرحلة مبقيتش عارف بيحبينه ولا بيتدايق انا اكسم بلما صدق اما لقيته بيتكلم بجد بيقولك ايه مفيش يزار تاني وبطلت اتهزر بقامت جد بقى خلاص بس اعايز اقولك على حاجة عشان ياخد حقه من اولا من انضف الشخصيات اللي بتتعامل معها برا وطبعا مفيش اكتر من ان احنا شركة مع بعض بقالنا سنين طويلة وربنا يديم المحبة من اكتر الناس اللي بتلعب باخلاص في الملعب وكلنا كنا شايفينه بيلعب و كلما كان عنده فكرة احنا بتلكمش في فكرة ومش فكرة بيلعب باخلاص شوفنا في النادي الاسماعيل كان عامل اعزا اي في النادي الاهلي كان عامل ازاي وانا عايز اتكلم في الحتة بتاعت النادي الاهلي مذاذا من اكتر الشخصات اللي بتحب النادي الاهلي ودي مناسبة كويسة جدا ان انا اتكلم فيها لان كان ان هي فطرة من الفترات يعني بعض من جماهي Nahdi الاهلي كانت زعلت من سيد معوض لسبب معين مش عارف راح هنا ولا جيم هنا ولا ولا كده لا الحب في القلوب دايما انت عارف ولكن لازم يصف ان الناس بتحبه ولازم الناس نفسها تبقى فهمة ان ده من اكتر الشخصيات اللي ادت للنادي الاهلي واسمه ما يقلش عن اي واحد في الجيل بتاعنا وعمل حاجات كتير كويسة ويكفي ان هو بيحب النادي وانا اكتر واحد عارف ان هو بيحب النادي وما ننساش ان هو قاعد فترة من الفترات كان مدرب كمان في النادي الاهلي فدوت كمان يعني كان مخلي قريب جدا تخيل سيد معوض المدرب بغض النصر فقا تخيل لأ تخيل عباجة لحاسم انا قلت الكلمتين انا قلت الكلمتين وما ينفعش حاول تقفل المكالمة دي بقى خلاص حاول تقفل المكالمة بسرعة تكلم اكتر من كده والله لابينه والله لابينه بس يعني تدور يا نجم والله هقفل وتعالى والله والله ما هنبقى متضايقين اقفل وتعالى احنا اقفل وتعالى انا مطولين يعني احنا وليه احنا لسه الساعة 12 هل تريد تمشي لا يا بي ده انا عاديم مع الناس احنا نقعد ل الزبط كده اه بس السيد ده انا بس دلوقتي سيد ممكن ينم من نين أصل اه وبرده لا بس ده جديدة دي اه لا لا سيد سيد بنان بدري اه سيد بنان بدري مش بدري بقى اللي هو بتاع جمأس جمعة واتريكا دي الحاجة تاني اه دول بر المواضيع اتعرف ان لو فتحتلك انا بس مش عايز اقرأ ايها حاجة ولا على تويتر